السؤال الأولاني اللي وصلنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره سؤال من الدكتورة عزيزة محروس أستاذ متفرغ بجامعة القاهرة دول السلام عليكم دكتور عمر الورداني من فضل حضرتك اللوحظة في الأيام السابقة انتحار بعض الناس في الأرياف سواء شباب أو كبار باستخدام ما يسمى قرص الغل وده قرص من مادة سمى مضادة لسوس الأمح وهي شديدة الخطورة لأنها مع الماء تشتعل بالمعدة وتؤدي إلى انفجارها وغالبا ما يأخذها لا يستطيع أحد إنقاذه برجاء تناول موضوع حرمة قتل النفس وكيف يقترب الناس من الله والتعامل مع مشاكل الحياة بما يرضي الله ويقربهم منه ومعرفة مدى خطأ ما يرتكبه المنتحر المنتحر مرتكب لكبيرة لكن احنا ضد إن احنا نحكم على المنتحر بأنه قد كفر هذا ليس لا نقول به ولكن هو مرتكب لكبير وليس هذا يهون الانتحار في قلوب الناس مرتكب الكبار دي في مشيئة الله ولذلك لابد في مسألة الانتحار نلفت النظر إن احنا محتاجين شوية أمور كتيرة أول حاجة محتاجين لانتباه الانتباه من الأهل الانتباه من الدواء المحيطة بالناس أول ما تسمع حد بيتكلم كتير عن مسألة إنه هو عايز يتخلص من حياته ما تسيبهوش خليك جنبه الأمر الثاني والمهم اللي احنا لازم نعرفه ولازم نتأكد منه وإحنا المشغالين في مسألة مكافحة هذه الظاهرة اللي هي نعم زادت وخاصة لما بتكون فيه أدوات رخيصة كده الناس بتشتريها الكلام ده بيشتري ببعض الجنيهات فأصبح مسألة الموت ومسألة الانتحار قريبة من الناس فلذلك إيه اللي حاصل لابد إن احنا نضع بعض الاحترازات في بيع ده وبعض الاحترازات اللي تمنع إن يكون ده متداول بشكل كبير جدا جدا ببين الناس الأمر الأهم من كده تعالوا نتكلم شويتين تلاتة على مسألة ماذا ولن يكون هذا الكلام هو الكلام الأخير عن مسألة الانتحار لإننا احنا تكلمنا قبل كده عن مسألة الانتحار ولكن خلينا نتكلم على مسألة الانتحار هو الشخص اللي بيقوم بالانتحار ده وإحنا بنكلم لإن فيه ناس كتيرة بتسمعنا هو الشخص اللي بيقبل على الانتحار كده هو كده تخلص من أوجاعه وألامه هو كده خلاص أنهى واجعه هو ما أنهاش واجعه ولا حاجة هو كل اللي هو عمله أنه هو هرب والهارب يخسقط منه أهم حاجة بتسقط من الهارب السعادة ما فيش واحد هربان وهو سعيد فإذا كنت أنت حاسس أنه أنت من السعيد وعندك تعاسة فمش هيكون حلال انتحار خالص بالعكس أنت بتزود تعاستك لأن ساعة ما أنت بتترك هذه الحياة بتترك نعمة مولاك واحد يقول لي أصلي أنا مش لايحد يفهمني أنا حاسس لوحدي أنا كل الدنيا بتتكلب علي أنا كل الناس ظلماني زي الحادثة اللي حصلت للبنت اللي كانت انتحرت بسبب الابتزاز وهي استخدمت هذا القرص هو الحقيقة مش الحل في الابتزاز أن الواحد يهرب ولا إن الواحد يستسلم لكن الحل إن الإنسان يواجه ومهما كان الحدث اللي أنت هتتعرض له أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيجيب بعده لطف أي حدث بينزل علينا فبينزل بلط في الله الله لطيف بعبادي أنا دايماً بقول للشخص اللي شايف الناس الدنيا دايقة عنده لو سمحت قرب من الناس اللي هي عندها حب للحياة وخليك معاهم لأن المرأة على ديني خليلي عايز تنجي نفسك من من أفكار الانتحار والميون الانتحارية قرب من الناس اللي بتحب الحياة قرب من الناس اللي بتحب نعمة ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل أنوار من أنوار النعمة دي تسري إليك وعشان كده دي تلات حاجات اللي أنا بقولها للشخص وبعدين الشخص اللي هو عنده هذه الميون الانتحارية أنا أسألك سؤال قال أنت تناقشت بشكل صحيح مع حد خبير في ميولك ولا أنت قررت قرار وانت بتقول عن نفسك أن أنت حاير ومش عارف الحقيقة طب لما أنت حاير ومش عارف الحقيقة مش روح تسأل ودوة اللي أعلمونا حضرت النبي إنما شفاء العي السؤال وبعدين أنا هايزة أسأل سؤال هو في حد بيعنده ميون الانتحارية إلا وهو باصص للحياة من رؤية واحدة والحياة قدامنا هي فيها مداخل كتير جدا جدا محتاجة للإنسان إن هو ينظر إليها أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي يقول للألباب بص على طول واستمر يبقى كل الكلام ده نحن بنقوله للمنتحر ويبقى لنا كلام كمان نتكلم عنه وإن شاء الله تظل حملتنا على فكرة الانتحار لغاية ما الناس يرئ قلبها وتنكشف غشوتها ويرجعوا تاني يحسوا بنعمة ربنا ويا نعمة الحياة ترجمة نانسي قنقر